السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ازايكم يا حبابي قلبي ان شاء الله تكونوا بخير وبأحسن حالة النهاردة بقى انا في بيتي النهاردة يوم الاجازة و انا بقى اعمل روتين في البيت زي ما انتم حضرتكم شايفين كده قبل كده انا عملت روتين في البيت وبنتي قالت لي يا ماما ما تحطيش المقطع بتاع اللي انت بتخسلي الموعين في الحمام دي عشان الناس ما تقرفش منك وسمعت كلامها وشلت المقطع بس المرة دي قلت لها انا يعني انا عايز افهم يعني انا بالي ست سبع سنين باخسل الموعين في الحمام اول حاجة انا الحمام المطبخ بتاعي اللهم اصلي عليك يا نبي اسمه ايه ده الخلاط بتاعه مخلوع من ست سبع سنين كذا مرة اقول لي سباك تعال اعمل لي كذا سباك اقول له تعال اعمل لي الخلاط بتاع الحود يقول لي طيب يا حاجة روحي وانا جاي وراكي ومايرضاش واحد واثنين وتلاتة مايرضوش يجو يقول لك اس انا هطلع في الدور الخامس اش اركب خلاط يعني انا هطلع الدور الخامس واتهد حلاش اركب خلاط طبعا يعني قمة التخلف يعني هو لما يركب الخلاط مش ياخد فلوس هل مهما يقول انا مثلا عايز كذا انا هقول له لأ بس هما الصناعياء صعبين صعبين عشان كده انا بكره ان انا ادخل صناعي في البيت يعني وانا بقول له كده تعال اعمل لي الخلاط ده على عيني فطبعا وانتو وكمان حوض المطبخ كمان مسدود اكتر من مرة برضو اجيب سباك محدش بيعرف يعمل اي حاجة فهعملي باخد بضطر ان انا اخد المواعين واخسلها في الحوض يعني مفيش حل غير كده اه يعني هاخسلهم في انهي حتة مثلا يعني وبعدين انا الواحدة في البيت يعني مفيش مشكلة مفيش حد داخل وطالع مفيش غير انا اللي في البيت والمواعين بتاعتي زي ما انتو شايفين بسيطة يعني ان هو يوم اللي انا بقعده في البيت وطبعا مفروض ان يوم الاجازة يعني بتمنى 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 ان انا اقعد يوم الاجازة ده ما عملش اي حاجة اقعد كده ستة هانين في البيت قلق اللي يعمل لي شاي يعمل لي قهوة يعمل لي اي حاجة كده اشربها اصحى من نوم كده يبقى اليوم هادي ورايق كده وحلوة الواحد يعني يتخدم اليوم ده يعني طول عمره بيشتغل ويشقى بجد والله يا جماعة نفسي بحلم بحلم ان انا في يوم الاجازة ابقى مرتاحة فيه اقعد اصحى من نوم كده الاقي مسلا يعني يعني مش عارفة مين اللي يعمل لي شاي او يعمل لي او انا ما عرفش اكيد مش بنتي لان بنتي سكنة في المريخ زي ما انتو عارفين اكيد لو هتيجي وهتجيب عيالها معاها اكيد انا اللي هقوم اخدمها ده انا اللي هعمل شاي وهخسل وهطبخ وعشل الطين على دماغي يعني فطبعا بتمنى 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 كده يعني احلام احلام كده انا نوم الاجازة ما عملش اي حاجة فيه قلق اللي يأكلني ولقل اللي يشربني وبقى قاعدة هادية وريقة ولا عمل اي حاجة في الدنيا لكن طبعا شكل اليوم ده مش هيجي لان الواحد الحمد لله قرى بيتخرج من الدنيا المهم الدنيا ما فيهاش راحة والحمد لله اللي يجيبوا ربنا فانا طبعا باخسل المعين في هذا الحمام ومعلش يا جماعة لو الموضوع الروتين في الحمام ده مضيقكم مش اعمله تاني بس على فكرة انا ما عنديش اي مكان تاني اخسل فيه المعين وطبعا انا قلت كنت قلتلكم ان انا باذن الله باذن الله نوي ان انا عمل مطبخ في الصالة عشان الهم اللي انا فيه ده عشان كمان الساكن اللي فوق مني قلتلكم عامل حمام بلدي فاكريني جماعة الحمام البلدي بتاع زمان ده اللي هو قعدة في الارض دي عامله واكتر من مرة في الام اكتر من مرة الحمام ينقط مية من فوق وصلحوا مرتين مرتين او تلاتة فخلاص بقى انا اتخنقت بصراحة مش من دي المكان بس من من يعني اكتر من حاجة الحمام ديق الحمام والمطبخ هم ديقين لاتنين وحكاية المية اللي نزلت مرة واتنين دي وحكاية ان بتاع الحوض ما عرفش السباك اللي عمل للشغل ده عمله اللي من نايل بستين نيلة عاز اقول لكم الحتة دي كلها من الاخر عاز افجرها من الاخر يعني فان شاء الله باذن الله بس مستنيها وقت كده الحمد لله انا جهزت الفلوس بتاعت جهزت الفلوس بتاعت اسمه المطبخ وبس ربنا مساهل بس مستنيها اجازة كده اجازة عشان ان شاء الله ربنا يسر عشان اجيب الراجل يعملي بقى مطبخ ان شاء الله هنا طبعا قط النوم انا بسميه سوق الثلاث الهدوم بقى يا سلام ملايات فلايات شربات مين يشتري يا جماعة مين يشتري وانا بنا عايز اخد الهدوم دي وانزل بينفسه التلاتة بحهم اقول الحتة باتنين جنيه وتعالى بس واتنين ونص اوالله انا مش عارف عمالة والله العظيم كل فترة اطلع من الدولايب هدوم وشحتها ولا ان فيه هدوم انا اكتشفت الهدوم دي ان انا عشان ما بلبس كتير عشان انا دايما برا يعني الهدوم اللي انا بلبسها في شغلة محدودة فبالتاني بتفضل بقى الهدوم في البيت لا بغير ولا الهدوم بتدوب ولا حاج فان شاء الله ربني سالة شحتها باذن الله ان شاء الله شحت كل هدومي بعد كده بقى اشحت من اي حد يعني المهم هذه الغرفة طبعا والقوضة دي انا بخش غير فيها بس ما بنامشي فيها اصلا فبفكر والله هبقى الطنوم دي مش هعرف انا بقى قال يعني اسقق قال يعني انا بيعت الكنابتين لما هبقى الطنوم اهو مرار والحال دي بيشتري ولا انا ببيع يلا ربني سهل الحال اه كنت هقول ايه كنت هقول ايه كنت هقول بنت كتير تقول يا ماما انا عايزة جيلك خليك يا ماما مرتاحة وانا عايزة جيلك عارفين انا مرة قالت لنا عايزة جيلك كلام ده كان مثلا يعني من الساعة كان من الساعة قالت لنا هجيلك في مرة قلت لنا جيلك الصبح بادري واستنى استنى 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 اللي هجيلك الصبح بادري جاتني على العصر تخيله جتني على العصر وبقتني كل شوية اتكلم في التليفون ايه يا حبيبتي جتي اه انا راجب المترو اه انا نزلة من المترو اه شلتني اتشلت عبل هي ما جت جت فين جت يعني اللي هتجي الصبح دي جتني العصر فبصراحة من ساعتها بقى بقولها خليك يا حبيبتي قاعدة مرتاحة مربربة متختاخة مبطبطة وانا هيروح قلبة جيلك ليه يا ماما تتعيب نفسك يا حبيبتي انا رحت فيه انا لاتشحتت يا باب بس فربنا يسهل الحيال ويخلص بقى الروتين ده واروح لست مقادم بقى السلم ده وشايفيني السلم ده السلم ده قلت الجاري الله يرحمه اللي ارحمنا جميعا والنب ربنا يخليك هاتلي سلم للبيت عشان مثلا لوازي ركب سطار اعمل حاجة مش عارف ايه بس اتلاقيته جابلي السلم سلم نقاشين عايز اقولك يا جماعة اول ما بقف عليه اعمل اي حاجة ببقى كارها نفسي بلاقي رجلي وجعتني مش عارفة ان هو ليه جايب لي السلم الغابي ده طبعا لما شفت السلم شكرت قلتلك الترخيرك ربنا يخليه راجل كبير وجاب سلم وتعب وراح وجاه فهقوله ايه هقوله ايه السلم اللي انت جايبه ده لا اكيد لا طبعا هقولك الترخيرك انا كنت مديه له فلوس عشان هو انا كان غرضي ان انا سلم للبيت اللي هو درجتينه او 3 درجات بالكتير اللي احنا ملسا عمله في بيوتنا يعني بنركب لمبة بننظف شباك بنعمل حاجة كده يعني انا دلوقتي طبعا بعمل الصالة على فكرة الفيديو ده انا كنت عاملاه وبعدتوا البنتي وبنتي شطورة امورة ربنا يخليلي ما يحرمنيش منها يا رب مسحتلي الفيديو بعد ما منتجته وزبطته كل حاجة راح اتمسحهولي حاببت قلبه معي اخوتي قايتلي يا ماما اصنع كنت بنظف التليفون بتاعي وانا بنظف يا امي رحت شلت كل حاجة شلت الواد من الارض يلا بقى نصيبك كده انا طبعا بنظف هنا في الصالة زمانتوا شايفين كده حضراتكم وطبعا انا دايما بنام فيها عشان اصد مني شاشة العرض انا ما بتفرجش بشغله بس اعمل صوت كده وانايم لان بصراحة ما عنديش حاجة تعمل صوت وما خبيش عليكو بردو بقى لا بالليل وانا نايمة كده ما بقى لقانة يعني فبطار طبعا ما عرفش نقلها لانها ملزوقة يعني متعلقة في الحيطة اه طبعا الانطري بتاعي صغير انا عاملة صغيرة يعني عاملة كنبة وكورسين والترابيزة. بس. اه والترابيزتين صغيرين. الترابيزة العقيمة دي قلت الجاري اه اعمل لي اه خلي لو تعرف نجار كده خليه اعمل لي الترابيزة دي. اعمل لي الترابيزة استغفرة العظيم غبية جدا. اه مقاسها حلو شكلها حلو. بس رجليها مع واقع كده بفتحها بالعافية وبقفلها بالعافية. عشان ما ارضيتش بقى قفلها سبتها كده لاني بقفلها بالعافية بصراحة. يعني مع اه طرابيزة اي كلام. بس طبعا عدت اقول له حلوة ربنا يخليك كتر خيرك يعني الراجل يعني هقول له ايه راجل كبير و اه لما بقصده في حاجة بيساعدني فيها فما قدرش اقول له حتى لو الحاجة ما عجبتنش اقول له حلوة كتر خيرك. بناش فيه يا ربي و دي الصحة هو يعني عشت عشرين سنة ولا اكتر من عشرين سنة كمان. يا ريت يا حباب قلب ان شاء الله تشتركوا في القناة كده وتعملوا للفيديو لايك عشان ايه ربنا يسر الامر واكمل بقيت الشروط ايه راكو في المفرش الجميل ده مفرش الجميل ده بنتي عاملاه اه بتقول لي جارتي بتقول لي وحش بس انا شايفة ان هو جميل بصراحة اسلام ايديها. طبعا الاوضة دي كانت بتاعت اه بنتي كانت بابل ما تتجاوز كانت بتاعتها بتقعد فيها يعني اه بتنام فيها بس طبعا هي لما رباني سهلال حلوة تجاوزت بقيت انا ايه اه انام في الاوضة ديت. والاوضة بقى الكبيرة اللي انتم شفتوها دي اللي هي مليانة الهدوم. دي بس يا دوبك بحط فيها هدوم بس. للكراكيب بس. انما الاوضة ديت كده بحس الناس غنونة كده وحلوة كده الواحد بيه. حتى سريرها صغير كده. سريرها زي ما انتم شايفينه كده متر او اه تسعين سامتي حاجة كده يعني. وفيها التلاجة. يعني اوضة فيها السرير والتلاجة بس. يعني نفسي بجد القناة يعني تتفعل بقى وتكبر كده ان شاء الله. وطبعا وانتم يعني معايا باذن الله تكبروها لي باذن الله. اه حتى جماعة لو يعني حتى الفيديو هتبوص. بوص لو الفيديو. لو الفيديو عجبك اعملوا لايك. وبرضو يا جماعة لو ما عجبكوش اعملوا لايك. يعني برضو يعني طبعا هعمل ايه. ما انا مفيش حل قدامي غير ان انتم كبر القناة الاشتراك واللايكات اللي انت هتعملوها لي حباب قلبي. عشان اخطوكو بقى قلبانا المسكينة جي. تكبر كده وتطول شوية تطول كده ربنا يعني ياخد بيدها يعني. اه انتم عارفين يعني نفسي بجد القناة دي يعني الشروط تكمل بتاعتها لان نفس ننجح. يعني النجاح والله العظيم يا جماعة بيبقى حلو جدا. النجاح في اي حاجة لو الواحد بيعمل اي حاجة وينجح فيها كده من جواه كده بيبقى فرحان. فاتمنى ان ربنا يسأسر الامر يا رب. وقولولي يا جماعة يعني انتم مثلا لو في حاجات عايزيني اعملها الكروتين معين عايزيني مثلا ايه رأيكم في موضوع ازا انا قلتلكم في الحديقة ده اللي هو الغيت اروح اعمل آآ فروجات كده مع الهيال الصغيرين اللي عملت معهم قبل كده في الزراعة. حابين انتم الجو ده والجو الريف ونعمل اكل في الغيت والكلام ده. ولولي كده في التعليقات بتحبوه الكلام ده. ولا مش بتحبوه قوي ايه اكتر حاجة بتحبوها. الروتين في البيت ولا برا في الشارع ولا ايه. اشتركوا في القناة